سنحاول نركز فقط الى الجانب النفسي لماذا ستلاح الكثير من الناس متخوفين كثير من الناس التي تزيد الخلاء كثير من الفيروس نحن سترس ربما يستطيع العامل الذي قتلنا كثير من الفيروس سنحاول في هذا الفيديو وفي هذا المقطع في هذا الفيديو نتحدث معكم على 4 خطوات الإجرائية ومهمة جدا لإدارة المشاعر ونحافظوا على التبات الانفعالي في ظل هذه الأزمة أول خطوة سنتحدث عنها وهي توكيد المشاعر ما نقصده؟ توكيد المشاعر توكيد المشاعر أو أنني أخذت منها لا، هذا غير حلول أول شيء خطوة سنتحدث أنني أقول أنه كان واحد الإحساس سلبي كان واحد المشاعر السلبية أنا كنحس بها ولكن ما خصنيش يعني كما قلوه يكون واحد الإفراد لدرجة أنني ندخل في واحد الهالة اللي يؤثر على صحتي النفسية وبالتالي الصحة النفسية راها تؤثر على الصحة الجسدية بمعنى المناعة ديالي كتقل وكان نكون أكثر عرضة الأمراض إذن أول نقطة قلت اللي خصنا نركز إليها وهي توكيد المشاعر لا تقول أنه لا ما كنوالو يعني ما خصنيش نتقلق ما خصنيش نغضب ما خصنيش نحزن لا، ما نحقق هذي أول حاجة الثاني حاجة هو أنك ما تنكرهاش ما تهربش منها تعامل معها كما هي خليها تدوز باش نقدروا اندوزوا المرحلة الثانية والنقطة الثانية اللي هي جد جد مهمة وهي نسميوا هذي المشاعر المشاعر دينا ماشي مخلوقها هكا ما عندهاش سمية لا بالعكس خاصنا أي شعور كنحسو به نعطيوه مسمى أو تعريف علاش؟ مني كنعطيوه لواحد الحاجة سمية كنعرف كيفاش نتعاملو معاه بار كونتخيلة مثلا مثلا للأسف حنا في المشامع المغربي عنا واحد واحد العبارة ولا واحد شعور اللي متداول بزاف وخاطئ شن هو هاد هاد الظاهرة وهي الشعور دينا العادي شنو كنقولو بالشعور دينا العادي فاش كتتقصي شي واحد كتقولوه باش كتتحس كيقولليك عادي ما كنحسبوه فاللي غنبغي نبشركم بي وهو ان الشعور دينا العادي راه ما كينش ما كينش هذي اسمية هالا عادي علاش حيث العادي جاي من العادة شي حاجة اللي انا تعود نديرها يعني بغا بيوتود ولكن ما ما عارفش شنو هي ما قادرش نعطيها يعني مسمى وبالتالي انا كما كتعرفوه الانسان عدو وما يجهل الانسان مني كيكون ما عارفش الحاجة اللي كيتعامل معها ما قادرش يعطيها واحد المسمى فبالتالي انا ما نقدرش نتعامل معها ما يمكنش انا نتعامل معه واحد الحاجة اللي ما عارفهاش وبالتالي فمهم جدا جدا انني نعطي اسم الاحساس والشعور اللي انا كنحس به باش نقربكم من الصورة اكتر مثلا انا مثلا بصفتي سارا عايش معكم في هاد في هاد الازمة كما احنا عايشينها كاملين اه مقدرنا نترحل السؤال على راسي باش كنحس في هاد اللحظة الراهنة شنو الاحساس والشعور ديالي داخل هاد الازمة واش كنحس بالخوف واش كنحس بالتوتور واش كنحس بالقلق واش كنحس يعني بالسليم والياقين والامل هادو كاملين مجموعة من المشاعر اللي انا انا حطيتها قدامي اه ورتبتها غادي نكون قادرة ونعرف انني كيفاش نتعامل معه كل وحدة فيها هنا اه الى كما قلت انا اعطيت كل شعور سمية غادي نكون قادرة انني نتعامل معه فاقود خلية خليت المشاعر كالضارة في دماغي ما غا نعرف نتعامل مع التشي وحدة فيها وغادي تسحبني وتخليني كنغرق في السلبية وفي الدعر وفي الهالا كما قلت غادي نلاحظ نفسي انا اعطيتها سمية انا حسيت بالحزن هنا كنوالي شنو كندير نعرف شنوه المشاعر انا وحدة في هاد المشاعر اللي كتزيد عندي كتر شنوه المشاعر اللي كتزيد تغرقني كتر واش هي مشاعر الحزن واش هي مشاعر القلق ولا مشاعر التسليم والتفاعل واليقين فهنا شنو كندير كندير تصرفات معينة اللي كتزيد عندي هاد كما كنقوله هاد المشاعر ايجابية مشاعر التفاؤل مشاعر التسليم اليقين في الله هادو كاملين انا مني كنحط كنقول انا الخوف كيتزيد عندي شنوهما التصرفات ولا الحواج اللي خاصني ندير باش نزود عندي المشاعر الإيجابية ونقص عندي المشاعر السلبية هادو هادو النقطة التانية النقطة التالتة واللي غانين بغين نركز عليها بزاف وعرفاكم ركزوا معايا فيها وهي ادارة المشاعر كيفاش غادين ندير الادارة هاد المشاعر السلبية ديالي بلا ما نخليها مثلا تغرقني كما قلت في الطرابات نفسية وساويس اللي ما نقدرش نخرج منها ده غادي يسوني شي واحد فيكو وغادي يقول لي وخسارة هادرتي على كيفاش إدارة المشاعر ولكن كيفاش نوصل لهاد إدارة المشاعر هي اللي ما عرفناش هنا غادي نتكلم ليكم على العقل الحاكم ما عرفت وش كتبا ليكم هنا ولا لا حاولت ندير واحد له شي ما باش نشرح ليكم كتر أ�و هذه هاد التصور أن العقل جاننا في ثلاثّا ديال مراحل أ完全 او عطبي هناك العقل العاطفي هناك العقل المنطقي او العقل التحليلي يقل لنا زائد واحد يساوي نفسه اما العقل العاطفي فهو العقل المسؤول على المشاعر وعلى الاحاسيس دياننا فإلى تغاوحد فهذا إما العقل العاطفي أو العقل المنطقي إلا تغاوحد فيهم فهنا ما غاديش يكون عنا واحد التوازن في الشخصية فهنا كنوليون تحتو أو كنتكلمو على الوايز مايند أو العقل الحاكيم هنا كما كتشوف هاد النقطة دي الالتقاء ما بين هاد العقلين بجوش كيعطينا العقل الحاكيم أو الرازين اللي هو الهدف ديالنا باش نوصلوله نوصلوله فهاد النقطة دي التوازن هي الهدف ديالنا كيفاش نوصلوله الوايز مايند أو العقل الحاكيم فكما كتقول آية الحاكيمة فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا